وتعالي بقى عندي صلاح محسن هتقول يا جماعة الصورة انا والله فضلت بحاول افسر وترجم هو بيعمل ايه واحد سجيل هدف التالت كان عدكة ونزل كبديل راح سجيل هدف التالت راح حمل للجماهير كده سكوته شش ليه اهي انا نفسي افهم ليه طيب ده خلل خلل في في انك تزن الامور بمعنى انه فيه لعبين كتير ما تحجيب لي الصورة تقول لي ما وفيه لعبين كتير في العالم بيعملوا كده اه فهم بس لعب بيدعم مباراة كتير الحظ مش معاه اه ما اخدش فرص كفاية اه كان متقلق جدا فالزمن جي عليه شوية فتراجع شوية فالناس فضلت تنتقدوا في الفترة دا فقال لهم لا انا موجود اسكوته انا انا هرجع جامد تاني لكن صلاح محسن حتى هذه اللحظة لم يقدم اي شيء للنادي الاهلي ولا الجماهير للنادي الاهلي واكيد هم كانتش بيعمل كده مثلا لجماهير منافسين عشان محدش كلموا محدش داسلوا على طرف دي فعلق ده بقى ان جمهور النادي الاهلي واحنا كعلام كل الناس المتبعين هم احنا ننتقد او نتحفظ على خط هجوم النادي الاهلي بالكامل وايضاعة الفرص يعني محدش جاب صلاح محسن بعينه بنفسه ده حتى الكهرباء اللي هو كان واحد من هدفين الفريق الموسم الماضي نالته بعض الانتقادات مودست اللي جاي من بروسيا دورت موند نالته بعض الانتقادات صلاح محسن حتى هذه اللحظة منذ انضمامك للنادي الاهلي منذ سنوات تمام؟ ما اذا قدمت للنادي الاهلي وجمهير للنادي الاهلي عشان تعمل كده هكيد مش منطقية مش وقتها على قل يعني وبعدين بشكل عام بقى الصلاح دي مش قصة صلاح محسن لوحده ده قصة من تلتي وعقلية عند معظم اللاعبين ايه وقتها و ايه لازمتها بالعكس ده انت فرح وانبسط ان الكرة بتجي لك هاي و انك بتعرف تسجل و ان العملية مشت فقول يا رب الكلمني كمان و كمان و ان شاء الله سجل المباراة اللي بعدها و اللي بعدها اول بقى من شاء الله تبقى واحد من هدفين النادي الاهلي تبقى هدف دوري تبقى هدف دوري ابطالة افريقيا تبقى مؤسر جدا تبقى اساسي تبقى مفيد لمنتخم مصر ساعتها لو عملت كده حتى لو قلنا غلط هنديكو حذر هنقول والله يا راجل ده ده كتير وكان مظلوم الفترة اللي فاتت والناس انتقادته ظلم و بتاع ايه كان دلوقتي لو انا حبيت مثلا حبيت مثلا مثلا يعني امشي عكس الطيار ودافع عن صلاح محسن هاقول ايه هاقول اتظلم لا هاقول اصله كان بيقدم مستويات كبيرة والمدرب اعاده لا هاقول اصل الدنيا جات عليه لا مفيش اي حاجة مفيش اي مبرر انك تبقى رايح للجمهور النادي الاهلي بتعمل كده وبالمنازلة او خليك فاكر الكلمتين لو لو قملك دول هيجي بعد يوم ولا يومين يقولك لنا كنت شو بعمل كده للجماهير ده كان فيه واحد تفاكرين الكلام ده بيتقال كتير من كل اللعبين بعد ما الجمهور ينتقدون لا قول يا رب بسجل هدف ربنا يا رب يكرمني بهدف واثنين وعشرة مش تستنى لما تجيب هدف عشان تروح تعمل للجمهور كده هغريب جدا جدا يعني ليه والله انا بطول حتى في الكلام من كتر ما انا مش مستوعب ليه يعني بفكر وانا بتكلم يمكن فيه سبب مفيش سبب مفيش اي سبب يجو زي ملخص الموضوع